مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في قراءة هاي القراءة الصلاح للطالع والشمسي وايضا القمري برج السرطان في الناحية العملية شنو الامنية وناحية الفلوس شنو الامنية اللي راح تتحقق لك خلال هذا الشهر انزين تقريبا نفس الطاقة في الحياة العملية او حد العاطفية عندنا طاقة مشتركة شنو هي الطاقة المشتركة اللي عندك هالشهرة والاساسية هي طاقة نبيك بتحصل على الشي اللي انت لطالما تمنيته ولكن في المقابل تضطر ان تترك ورائك اشخاص تترك ورائك منطقة الراحة تترك ورائك مكان انت عوت عليه وظيفة قديمة شخص قديم مكان عمل قديم يمكن حتى تضطر خلال هالشهر تكسر تكسر ثقة احد عشان تحصل على الشي اللي ما اقولك انك تطعن احد او تقدر باحد مو هذه الطاقة ولكن طاقة اني اوافق بدون حتى ما ارجع الى رأي فلان او علام اوكي اشخاص بالعادة انت تستشيرهم او تخبرهم امور عن حياتك قريب منهم ولكن خلال هذا الشهر الامنية اللي قاعدة تأتيك تأتيك بطريقة سرية او تأتيك بطريقة انه ما تعطيك مجال ما في هنا مجال في الطاقة انه تعطيك عشان تقعد مع هاي الاشخاص ما فيها جلوس هنا ما فيها قاعدة ونقاش اقبل ولا ما اقبل فيها انه تطلع الموافقة اليوم بعد اسبوع انت المفروض مجهز امورك وخلاص دخل في الموضوع وهذا كرتك برج السرطان هذا كرت العربة لما اشوف معناته ما تستطيع ما عندك مجال والمفروض اصلا ما يكون عندك اي تأخر عن قبول الشي اللي راح تحصله في الفترة القادمة لانه هو اللي راح يقيدك لامنيتك وايد طالع عندي هني طاقة ان برج السرطان عنده رغبة معينة بخصوص الهجرة بخصوص مشروع وظيفة معينة ما اشوف المال بشكل مباشر انت هنا يحاط عينك على شيء تعرف انك اذا حصلت عليه بعدها راح بسهولة تقدر ان تجرب الاموال لحياتك هذا الشي راح يأتيك ولكن يأتيك على استعجال هاي العربة لما تكون تمشي في الطريق ما راح تتوقف عشان انت تركب فيها لا لازم تركب فيها ايضا متصعب تركب فيها واي هي ماشي في الطريق هاي الطاقة اللي عندك عندك كرت المود برج العقرب هاي زين مقدر ان تخرج عن عادتك خلال هالشهر عشان تحصل تحقق مرادك خلال نقول هاي زين لما نشوف هذا الكرت كرت المود معنات تتسوي شيء ابدا مو من طبايعك شيء جدا خارج عن الروتين اللي تعوت عليه الأخلاق اللي انت متعود عليها الأطباع اللي انت دائما مثلا نقولوا برج السرطان كذا كذا لازم تكسر القاعدة جدا ضروري عشان تحصل على مرادك هذا رقم واحد مرادك في الجهة الثانية مو في المكان اللي انت فيه هاي اللي اريد ان ابحك عليه برج السرطان المكان اللي انت فيه عندك فيه فارس الأرض فارس الأرض معناته يعطيك بما يكفي عشان يخليك ما تغرق في الديون يعطيك بما يكفي عشان مثلا تأكل تسكن تعيش حياتك بس مو مثل ما انت تطمح مو مثل ما انت حط ببالك وتتمنى لنفسك قاعد يعطيك هذا الوضع الحالي الحد الأدنى من أسباب الحياة من الثراء من الرخاء الحد الأدنى فعشان تحصل على شي افضل محتاج الشجاعة محتاج جدا ضرورية جدا مهمة جدا الشجاعة خلال هاي الشهر وضروري جدا مثل ما خبرتك ان تخرج عن المألوف تخرج عن المألوف مثلا عندنا شخص نفرد عندنا شخص دائما يناقش أهله قبل ما يخطو خطوة كبيرة ولكن هاي الفترة ما يصلح من يطلع الموضوع يعرفون عنا أشخاص يعرفون خطتك يعرفون وجهدك بتشوف انك كأنما يصير عليك تعسير من بعد اليسر وصير عندك عسر النقطة الثانية في الناحية العملية ناحية الأموال برج السرطان عندك الرجل المعلق هذا تحذير جدا كبير في الطريق القادم إليك عندك الرجل المعلق ذكرت برج الحود انت عندك هني كلها طاقة مائية تقريبا عندنا هني عشرة الأخصان بما معنى يقول لك يا برج السرطان شوف ضروري في الفترة القادمة رح تأتيك أموال احتمال بعضكم تأتيكم أموال وتأتيكم بسرعة ولكن إذا استخدمت هاي الأموال أو كنت جدا إذا على طول من تأتيك الأموال تروح تصرفها أنا عندنا برج العقرب برج العقرب كريم على طول من تأتيك الأموال تروح تصرفها على الاستمتاع على السفر على تجميل النفس هذه الأشياء ما راح تساعدك في الفترة القادمة لأن هني هاي الكرتين لما يكونون مع بعض يقولون لك ضروري أول ما تأتيك الأموال تدفع حصتك تؤدي ديونك تؤدي التزاماتك هذه أول خطوة ما تقدر تتحرك ومو من مصلحتك أن تتحرك تسوي أي شيء تشتري حتى بأي شيء وانت مثلا ما دفعت أموال الإيجار ما دفعت التزاماتك المالية مو كلها مش رط ضروري كلها كرت العربية يتكلم عن البالانس توازن ابتدي قصد ابتدي سوء انستولمنت للديون اللي عليك للمسؤوليات اللي عليك جزئها قسمها شهريا أما أنك تأخذ كل هاي الأموال تصرفها على جانب واحد مهما كان هذا الجانب حتى لو كان جانب استثماري لحياتك أو جانب راح يعطيك الكثير من المردود في المستقبل ترى ما قاعد يقولك أنه ما راح يعطيك مردود ترى قاعد يقولك هذا الطريق مو من مصلحتك أنا أنت كل أموالك تحطها في مكان واحد ضروري مع النقلة النوعية اللي أنت قادمة في حياتك ما تنسى ما تنسى التزاماتك الجادة التزاماتك المالية الواجبات المالية مثلا بعضكم حسب ظروفها لازم شهريا يظل يصرف على أهله أو على الأقل يدعم أهله ولو بمبلغ بسيط ما ينسى مثلا أخوة اللي أصغر منها اللي محتاجين مصاريف من أجل الجامعة ما أدري كل شخص السيناريو ماله مختلف بعضكم تساكنين في إيجار ضروري أن تعدل أمورك المالية تدفع المستحقات اللي عليك قبل ما تدخل في هذا الدرب ما ينفع ما ينفع ولكن جدا جميل القادم في حياتك شي جميل ونقلة نوعية تصرف على غير عادتك عشان تقدر تحصلها وتجلبها لحياتك خلنا نشوف الجانب العاطفي رح أقرب لكم الأوراق الجانب العاطفي عندكم شخص هني لطالما راقبك عن بعد برج السرطان لطالما كان في إيحاءات أو تلميحات ولكن دائما لما نشوف كرت برج الحوت معناته ما في وضوح من قبل هذا الشخص ما في شي يعتمد وعد أكيد اتفاق أخير دائما ما فيه دائما نهاية مفتوحة يمكن يأتي يمكن ما يأتي يمكن يكلمني يمكن ما يكلمني دائما هنا طاقة الاحتمالات وأيضا السرية وضعك ما حنس يا برج السرطان أن أنت مع شخص هذا الشخص الحب اللي بينكم العلاقة اللي بينكم كانت أكثر ما هي واضحة دائما سرية أكثر ما هي تخرج إلى الشمس دائما كانت في السابق نتكلم في السابق سرية ولكن المستقبل رح يختلف لأن عندنا كرت الجوجمنت كرت ظهور الأشياء إلى العلن أوكي ظهور الأشياء إلى العلن ولكن هل بشكل إيجابي أو هل بشكل سلبي ممكن يكون الأثنين أوكي لأن في شخص هناك كأنما يقول لك برج السرطان احذر مما تتمنى في شخص أنت لطالما تمنيته وكان الارتباط بينكم دائما نوعا ما خفي عن أعين الناس يعني رح تصير فيه وضوح هذه هي الأمنية اللي رح تتحقق لك فيه وضوح ولكن مع هاي الوضوح رح تصير عليك أعين الناس عندنا ملكة النار الملكة اللي هاي الطاقة هاي الملكة لما تكون عدوانية لما تكون حسودة ما تتركك في حالك ما تتركك ترتاح نعم اسما انتو مثلا مقابلين على ارتباط على خطبة أمام الناس أوكي ولكن هنا نتكلم عن طاقة الغيرة والحسد اللي ما راح تترككم في حالكم شن الحل؟ هنا الحل موجود أيضا في أثناء الكرتات عندكم مكانة العدالة برج الميزان عندنا أربعة السيوف المطلوب لان فيه شيء انشئت أم أبيت برج السرطان رح يخرج رح يصير فيه كلام حتى لو مو من جانبك من جانب الشريك رح يخرج الشريك عن صمته لان هنا فيه شيء بينكم خلال هالشهر يطلع إلى العلن مع هذه الخطوة محتاجين جدا أن على طول اتواثقون اتواثقون الشيء اللي بينكم واحتمال حتى هنا أشوف الشريك أن يطلب منكم السفر والابتعاد ما راح تكون عندك فرصة كبيرة مع هاي الشخص النام مثل ما نقول تعيشون في نفس البيئة في نفس المجتمع في أسرة حتى هنا بعضكم يمكن يكونون متزوجين خلال هاي الشهر رح يكون فيه جدا رغبة قوية أو أو في سبب قوي عشان تخرجون وتسكنون في سكن الحالكم لان عندنا هنا خبر انتقال خبر ارتباط على طول بعدها خبر ضرورة للانتقال تنتقلون مع بعض إلى مسكن مختلف تسكنون في بلدة بعيدة تنتقلون تهاجرون مع بعض هنا احتمال حتى شخص يرجع ويطلب منك ان ترتبط فيه ولكن على طول رح ياخذك بعيد ما رح يكون عندك فرصة ما رح يكون عندك فرصة على طول تسافرون تهاجرون مع بعض على طول تنتقل معه لان شوف كمي الكرتات اللي عندك خلال هاي الشهر الكثير من الكرتات الرئيسية الرئيسية في التارو معناته شهر فبراير رح تكون القرارات اللي تاخذها في برج السرطان قرارات مصيرية رح تغير حياتك عندك هني في الجانبين دعوة كبيرة الى الانتقال وظروف تساعدك وحتى الشريك نوعا ما يساعدك ولكن كأنما عندك خوف من المخاطرة عندك خوف من الغير مألوف عندك خوف من هذلين الاشخاص المؤذين زينبورج السرطان هذا في الناحية العاطفية اللي احب اقوله لك ان تأنى في الناحية العاطفية تأنى مع الشريك لان حتى لو كانت دعوة سريعة او بسرعة الموضوع من السري يذهب الى العلن هنا ولكن محتاج ان تنظم امورك ايضا نشوف كرتين هنا يطلب منك في الناحية العملية يطلب منك ترتب امورك حتى في الناحية العاطفية ترتب امورك قبل ان ترحل او تسافر او تبتعد مع الشريك عندك ابتعاد الى الحياة الايجابية الى حياة افضل ولكن قبلها حتى لو وفق قبلها محتاج ترتب امورك عندك هنا كرتين قاعدين نظهرون للناحية القانونية ان قانونيا لا تخلي مهما كان الامنية القادمة في طريقك وجمالها وممصدق انها رح تتحقق وشيك تعتبره صعب ومستحيل رح يتحقق لكن لا تغفل عن الجوانب القانونية عن الاشتراطات عن الاجراءات الرسمية عن ان تكون امورك في السليم قانونيا لان احتمال حتى الشريك يكون جدا متحمس فيغفل هذا الجانب العبء القانوني خلال هالشهر رح يكون عليك انت مو على الشريك برج السراطات خلالنا نشوف هنا مع بعض طاقة المنفصلين ومع اي ابراج على الاغلب رح يكون فيه رجوع خلال شهر فبراير رح نحدد بالابراج اوكي اربعة الاكواب طاقة مائية برج السرطان اذا شرككم من برج ايضا مائي على الاغلب في الفترة القادمة ما اشوف انه فيه رجوع هذا الكرت يقول انه ما فيه رجوع ولكن الانتقال والرجوع قاعدين نشوفه هنا مع نفس الطاقة الهوائية اللي كانت في برج الميزان مع ستة السيوف عندكم جوزاء دلو ميزان احتمال اكثر انه يكون في بينكم بينهم رجوع ايضا طاقة هوائية خلا نشوف ايضا كرت واحد الطاقة الترابية برج السرطان اذا كان شريككم برج ترابي على الاغلب خلال هاي الشهر ما رح يكون فيه رجوع الترابي والمائي رح يكون فيه كلام رح يكون فيه يمكن حتى محاولة بس ما رح يتم يتم الشيء الاتمام رح يكون امله جدا ضعيف خلال هاي الشهر فبراير من الاحتمالات الاقوى انه يكون فيه بينكم وبينهم رجوع اللي قاعدة اشوفه جوزاء دلو وميزان ابراج الهوائية وايضا برج الحود رح يتمنى انه يرجع لكم بس ايضا ما اشوف الشينا رح يتم برج العقرب رح يكون جدا مستعد انه يرجع لكم خلال هاي الشهر الابراج الترابية ايضا مستبعدة انه يكون فيه بينكم وبينهم رجوع خلنا نشوف النصيحة العامة اسفل الفيديو رح اضع النموذج للطريقة اللي تكتبون فيها اسئلتكم الخاصة عشان اجاوب عليها بابن الله اتبعوا النموذج احسن خلنا نشوف المسيحة على برج السرطان اوبزيرف شان تشوفونوا اياي اوبزيرف اين عليكم كأنما يتمنى ان يشوف منكم غلطة ينتظر منكم غلطة او زلة عشان يخبر عليكم فيه مخبر ينتظر ان انتو تقعون في غلط غلط الاستعجال ليش اقول لك الاستعجال برج السرطان ان هنا عندك كرتك هو كرت العربة ولكن الكرتات اللي تحت شفناها اول شيء بالحياة العملية تطلب منك التأني اوبزيرف فتذكر هذا الشيء خلال شهر فبراير انه نعم عندك فرص مقبل على حياة جديدة ولكن كأن في احد في الخفاء ينتظر منك ان تغلط او تنسى اجراء معين عشان يشتكى عليك عشان يحاسبك من ناحية المنفصلين النصحة لكم هذا الشهر ان شريككم خصوصا اذا كان برج مائي مائي او ترابي نعم يراقبكم من بعيد ولكن ليش قلت لكم اهني احتمال الرجوع ضعيف لان الحد الان ما اشوف فيه تحركات جادة من قبله فيه مراقبة فيه مراقبة وفيه كلام كل بين فترة وفترة او هو يرجع يذكر نفسه يمكن بالموضوع او يفكر مع نفسه بالرجوع بس ما فيه ما فيه خطوة جادة مجرد عندكم شخص قاعد يطالعكم في الخفاء يراقبكم زين يسأل عنكم بدون ما تدرون زين فهني شنو النصيحة اذا الشريك السابق هو اللي قاعد يراقبكم هذا شأنه ولكن من ناحية الامور القانونية من ناحية انه فيه اشي احتمال فيه اشخاص هني يحاولوني يأذونك فانت عزيزي ابو الجسرطة محتاج تكون جدا شا اقول لك امورك في السليم مئة بالمئة كل امورك قانونية وكل اوراقك كاملة وكل اللي هني هاي الكرت قاعد يعطيني ان كل اللي تكتب على الورق في الفترة القادمة كل اللي تكتب في سيرتك الذاتية في مثلا طلب الهجرة في طلب الزواج كل اللي تكتب خليه يكون جدا من دقيق